اشتركوا في القناة اي لغة من لغات البرمجة ورح نستخدم فقط طبعا رح ننشئ تطبيق باستخدام في اربع قطوات فقط نيجي نبدأ في الشرح نيجي اول شيء عنا الاربع لينكات رح نستخدمهم ان شاء الله ورح يترك لكم رابطهم في صندوق الوسف نيجي على اول لينك رأي تكليك كوبي نيجي في شريط البحث بيست انتر طبعا رح نستخدم اليوم في انشاء تطبيق صغير وهو مثلا عن حساب العمر نيجي ندخل له الاوامر هون اول شيء نكتب له انشئ تطبيق لحساب العمر طبعا رح نستخدم ثلاث شغلات هاي لازم تكتبها اه عند اي تطبيق او اي لعبة بدك تنشئها اول شيء اش تي ام ال فاصلة اه سي اس اس فاصلة بعدين جايفا سكريبت نضغط انتر زي ما انتو شايفين بلش انشئنا بالكودات بنيجي بعد هيك للخطوة الثانية بنوخذ ثاني لينك نفتح تابويب شديد رأي تكليك بيست بنيجي بعدين على ستارت كودينج زي ما انتو شايفين فتح معانا ثلاث تابويبات بنيجي على تشات جي بي تي نقلع لفوق في عنا ال اتش تي ام ال نعمل لها كوبي كود من هون بعدين بنيجي على اتش تي ام ال في خانة ال اتش تي ام ال رأي تكليك بيست بنيجي نرجع للشات جي بي تي بننزل لتحت بنيجي على ال اس او سي اس اس كوبي رأي تكليك بيست بنيجي على الكود الثالث على الجافة الاسكريبت كوبي كود رأي تكليك بيست زي ما انتو شايفين هذا التطبيق المبدئي اللي ظهر عنا الان بدنا نعدل عليه اه بخطوات بسيطة بدنا ننضيف مثلا اه زر اعادة الحساب بدنا ننضيف اه بدنا ننضيف مثلا رسالة ترحيب بنيجي على التشات جي بي تي بنكتب اضف اضف رسالة ترحيب في اعلى التطبيق الان بنعطيه فاصلة بعد هيك اه بدنا ننضيف زر اعادة الحساب اضف اضف زر اعادة الحساب اه فاصلة عشان ايش ندخل الاكواد مع بعض اضهر نتيجة نتيجة حساب العمر بالسنوات والاشهر والايام نضغط انتر نشوف ايش دو يعطينا طبعا اعطانا اكواد جديدة في عنا كود الاساسي ما تغير نيجي على الاتش تي ام ال كوبي نيجي الاتش تي ام ال بنعمل كنترول اي اللي هو سليكت اول دليت انا بدخل الكود الجديد بيست نيجي بعدين على الجافاكس كريبت كوبي نيجي هون كنترول اي دليت رايت كليك بيست للكود الجديد زي ما انتم شايفين الآن اه بدنا نعدل تعديل بسيط اللي هو ايش نعمل اه خلفية للتطبيق نظهرها في لون معين اه اضف لون مميز لخلفية التطبيق لجعلها او لجعله اكثر تأثيرا طبعا انت هون وابداعاتك في الكودات يعني مش شرط تكون ملتزم في شيء معين الآن نضغط انتر الآن نضغط انتر اضافنا كود اس سي سي كوبي نيجي كنترول اي بنحذف القديم الان بنضيف الكود الجديد زي ما انتم شايفين ظهر معنا في هذا الشكل الآن نجرب التطبيق ندخل تاريخ عشوائي حساب زي ما انتم شايفين اظهر العمر في السنوات والشهور والايام الآن نيجي على الخطوة اللي وراها بدنا ننشئ فولدر انيو فولدر بنسمي حساب العمر انتر بعد هيك بدنا ننضيف ملف تكست رايت اكليك انيو تكست دوكيومنت انتر نفتح الملف الآن بنيجي على اول كود كنترول اي اللي هو سليكت رايت اكليك كوبي رايت اكليك بيست الآن بدنا نسمي الثلاث بدنا ننشئ ثلاث فايلات وبدنا نسميهم من خلال راح اواجهكم كيف نرجع لأول شي اول الصفحة اول شي عنا اول اسم اللي هو راح يكون على اول فايل اللي يكون لفايل الاشتي امال بعدها الستايل دوت اه سي اس اس اللي هو ملف لل سي اس اس بعدها للجافا راح ندخل اسم الملف في سكريبت دوت جي اس الان بنحفظ هذا الملف save as index dot اتش تي امال save عاديك بنيجي على الفايل in u بنيجي على الكود الثالث الكود الثاني عفوا control a select all copy رأي تكليك paste save as style dot css بعدين save file in u وبنيجي على الكود الثالث select all control a right click copy الان right click paste بنجي بعدين save as script dot gs بعدين save هكو هيك انتهينا من الملف تقريبا زي ما انتم شايفين بنحذف ملف التكست هذي delete الان لو جينا بدنا نشغل التطبيق بنقدر نشغله مبدئيا زي ما انتم شايفين بنجي بعد بنجي بعد هيك بالخطوة الثالثة بنجي على اللينك الثالث double click copy بنفتح تابويب جديد right click paste enter طبعا في شغلة انسينا نعملها بالاول بنجي على ملف للتطبيق لازم نضغطه بصيغة zib right click add to archive نختار صيغة zib ok الان بنرجع لهذا الموقع بنعمل upload نجي بنسحب الملف طبعا لازم الاسم في الانجليزي على سبيل المثال نكتب edge calculator مثلا اختصار مثلا نعطيه رقم الان نضغط على publish الان صار عنا لينك اللعبة على النت نقدر نشيره لاصحابنا نقدر نبعثه على الفيسبوك على الواتساب زي ما بدنا view site زي ما انتوا شايفين برضو تحمل على النت كمان نيجي نجربه حساب شايفين 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 معنا اعادة الحساب بصفر العداد الان نيجي على الخطوة الرابعة على اللينك الرابع ريتكليك copy تبوي بجديد ريتكليك enter طبعا هون عشان ننشئ التطبيق ويتحمل معنا او ينزل معنا على التليفونات طبعا بيطلب منا هون اللي هو عنوان التطبيق بنيجي على اللينك هذا اللي انشأنا copy ندخل اللينك هون الان بده اسم التطبيق نسميه edge calculator الان next بنجي الان بندخل ايكون للتطبيق طبعا احنا ما عنا ايقونة في ايش بنعمل في الاول بنجي على موقع اسمه flat icon.com عشان نجيب منه او ننزل ايقونة للتطبيق بنجي على شريط الباحث نكتب calculator ظهرنا اثنين واربعين الف نتيجة بنختار اي صورة بدنا اياها على سبيل المثال هاي الصورة بنعملها download bng free download تحملت معنا لانا بنجي على هذا الموقع sit icon نختار الان بنجي على make application الان الان انتهينا من انشاء التطبيق بنجي الان على نعمل له download download all file نستنى نتحمل معنا نتحمل معنا الان بنجي نفتح التطبيق اول شي بناخده copy بننقل على الملف اللي انشأنا بعد هيك بنفك ضغط الملف extract to calculator نفتح الفولدر android هذا هو ملف التطبيق اللي بيكون dot abk الان عشان نجرب التطبيق وننزله على التليفون طبعا ما رح نقدر نرفع على google play لانه بدنا اشتراك والاشتراك تقريبا بعدود الخمس وعشرين دولار الان بنيجي نرفع على google drive بالاول عشان نجرب على التليفون بنيجي على google تختار google drive new file upload نختار الملف وين هو android نختار فقط dot ابk طبعا هو ظهر عندي لانو انا نازل عندي تطبيق على الكمبيوتر فبيظهر بهذا الشكل الان نضغط عليه وبين بعدين بنيجي لتطبيق اسمه blue stacks هذا التطبيق للي ما بعرفه هو تطبيق بنزل على الكمبيوتر فبيفتح لك كل التطبيقات والعاب الموبايل على الكمبيوتر الان عشان نفتح التطبيق اللي عملنا على التليفون نيجي على google chrome نيجي على google drive نختار google drive زي ما انتو شايفين هذا الملف اللي حملنا شايفين dot اي بي كي لان دبل كليك download download الانو بيعتبره فيروس طبعا هم ملف انشان عن طريق الكمبيوتر فهم مستحيل يكونوا عليه فيروس download anyway download again اتحمل معنا الان install install الان نفتح وبنجرب نشوف كيف صار معنا زي ما انتو شايفين الان نجربه شوف كيف الايقون اللي حطيناها ظهرت على التطبيق الان بنجربه من هون زي ما انتو شايفين نختار التاريخ الميلاد البدنية طبعا هاي فيه تعديلات بسيطة المفروض عدلناها هون في chat gpt لكن هي كان اه كتجربة نختار تاريخ معين من هون نختار اي تاريخ ست حساب زي ما انتو شايفين اعادة الحساب نطاط عليها بصفرنا اياها من جديد اه وبهيك انتهينا من اه شرح درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وبتمنى تدعمونا باشتراك ولايك حتى نقدم الافضل وشاكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة